وانسمعك دي يعني الصناعات الهندسية بقى واسمعنا من رئيس الوزراء ان مصر مقدمة على ان تكون مركز اقليمي لصناعات الاجهزة المنزلية مزبوط هل نستطيع ان نفعل ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم ايوة حضرتك الحقيقة نستطيع وليه نستطيع مش عشان بالكلام يعني علشان على الارض في النهاردة صناعات كتيرة دخلت مصر خلال الثلاث سنين اللي فاتوا الصناعات دي لشركات عالمية فهمت الرئيس افتتح احد المصانع يوم عيد العمال ده احد المصانع في قطاع دوا فيه ثلاث اربع مصانع برضو عالمية باسماء عالمية مش عاوزة اقول اسماء بس بدأت فعلا تشتغل على الارض والانتاج بتاعها فيه مصانع نزل الانتاج بتاعها وخلال سنة فيه مصانع اخرى نزل ايه اللي بيخليك مركز اقليمي للصناع اللي يكون معنا حجم الانتاج ولا عدد المصانع اكتر من حاجة حضرتك اولا لازم يكون معنا شركات ملتي ناشونال هي اللي بتدير المصانع او هي بتدي النوهاو في التكنولوجيا العالية للمصانع دي احنا عندنا اكتر من مصنع موجودين مش عاوزة اقول اسماء برده لا لا ما فيش مشكلة ان انت عندك مجموعة العربي عندنا سامسونج عندنا LG عندنا LG عندنا بوش نازلة عندنا بيكو نازلة وهير وهير نزلت زي ما انا قلت فيه مصانع كتير نازلة الاهم بقى الحقيقة مش بس النزول هذه الشركات على الارض والاستثمرات الكبيرة اللي هي نازلة بيها الاهم التكنولوجيا اللي هي بتنقلها وحجم العاملين اللي بتدخلهم وحجم الصادرات والاسواق اللي عندها اللي تسمح لها بانها تقدر تصدر احنا ما فيش شك ان الاسباء الكبيرة دي بنستفيد بيها ميزة كبيرة ان عندها السوق الخارجي مفتوح بالنسبة لها فعادة وده كان واضح عندنا يعني احنا عندنا شركة واحدة مثلا صدرت بمليار من مليار دولار بس انا الناس وهي بتتفرج علينا دلوقتي بتقول ايه طيب انت عمالت عمالين تقوله شركة واحدة صدرت بمليار دولار انا كمواطن بقى هل معنا وجود كل هذه المصانع ان انا حيجيلي هذا المنتج بسعر اقل من ان انا اشتريه من بره اكيد لما كل المصانع دي لأ ما هو بش حددك هو اللي حصل مع التعويم وقبل التعويم المشكلة الاقتصادية اللي كانت موجودة واللي هي تحلت او تحلت جزء كبير بينها النهاردة الاسعار بدأت تنزل انا مش بتكلم على الاسعار لان انا مش غرف تجارية لكن بقول ان الاسعار بدأت تنزل في السوق حاجة تانية مهمة النزول ده حيكون مضطرد لان الخامات اللي بيتم استرادها حاليا بيتم استرادها باسعار مختلفة عن اللي كانت بدولار سعره مختلف بدولار سعره مختلف بالاضافة بقى لحضرتك لدخول التكنولوجيا اللي بتزود الانتاجية وبالتالي تزود التصدير انتو محتاجين ايه في هذا القطع من الحكومة؟ احنا محتاجين تلس اربع حاجات يعني حضرتك اولا الدعم الصادرات بالنسبة للقطع بتاعنا بيتم صرفه بعد مدة طويلة فبيفقد الحقيقة الميزة بتاعته في حسابات المصدر انما لو ده تصرف خلال وده يمكن ينطبق على كل قطعات لو انصرف خلال ثلاث شهور ده طبعا حيخلي المصدر مدخل ده ده الحسابات بتاعته الحاجة التانية احنا فيه حاجة عندنا اسمها التكنولوجيا الجيل الرابع في الصناعة وده طبعا بتحتاج اوبجريدنج للمعدات او تعالية مستوى المعدات ويبقى اوبتو ديت ده بيزود الانتاجية وبيقلل التكلفة لان كل ما نزود الانتاجية التكلفة بتقل فمحتاجين دعم الحكومة برضو للمصانع اللي بتروح تتعاقد على المعدات بتاع التكنولوجيا الجيل الرابع اللي عندها نوع او افضل اللي هي بتعمل اللي هتركب الحاجات ديا محتاجة انها تاخد نوع من النوع الادع علشان خاطر نقدر نقول اللي هننهى بيه الحاجة التانية المهمة جدا احنا قدينا قانون قاعدين بقى سنين سبع تمن سنين بنتكلم عليه تفضيل المنتج المحلي تفضيل المنتج المحلي القانون ده الحقيقة محتاج حاجة بسيطة جدا يعني النوزات المالية هي اللي تتحمل العبق مش الجهات المنوط بيها تنفيذ عزق قانون طب انا حاف هنا محرج على القانون ده لان الموضوع مهم